موسيقى أعزائي المشاهدين مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أنا وطفلي اليوم غنوريو الأمهات كيفاش يهتموا بالبشرة ديال الوليداتهم الصغار كيفاش يغسلوا ليهم كيفاش يرتبوها كيفاش يدهنوها كيفاش يبدلوا الحفاظات وش نخصوهم يديروا باش ما يكونش حمرار ديال الوليدات الصغار مرحبا بك معانا دكتور تراب زينب شرحي لنا كيفاش نهتموا بالبشرة ديال الوليداتنا أول حاجة كاتبدا في الغسيل ديال البيبي خصنا نغسلو للبيبي واحد المدة قصيرة ما يكونش حمام سخون ما يكونش الماس سخون بزف وتكون واحد لادوش سريعة يعني فيها واحد خمسة ديال دقايق كافية خصنا نغسلو له بشامبوان وبسابون خاصين بوليدات الصغار تيكونوا ما فيهمش البرفان اللي كي اعطاولي زالي غجي بزاف ما تيكونوش مجهدين ما تينشفوش الجلده بزاف ثاني حاجة الوجه ما خصناش دائما نقوم نديروليه السابون نقدروا نغسله غير بالماء ما عدا يلا كان عندك سابون ناعم اللي كنسميه جل سيغيقالي لان الوجه تكون فيه ديال الحساسية اللي كزيما ديال البيبي كتجيب الزاف في الوجه هذا شي بالنسبة للغسيل من بعد الغسيل تيخصنا ديالجة أنا كانت طلب من الأمهات يغسلو الوليدات كل ليلة يعني بخصوص مني كيكون الحال سخون مش ميكونش داكترا كومات ديال العرق ونيت كيكون واحد لحظات ديال استرخاء ديال الوليد من بعد داك شي ما فيها بس إلا درنا ليه أبتي ماستاج في نفس الوقت كان غديوليه الجلده دياله متع الأم متع البيبي تهوى دونك كان نرتبوله جلده دياله بزيت اللوز أو بزيت أرغان أو اللاب بكريمة خاصة بالوليدات الصغر حاجة أخرى اللي كانت نتكلفو بالبشرة ديالوليد بها هي الملعبس يعني ماشي أي حاجات ينقدر لبسها للوليد الصغير تيخص يلبس غير القطن القطن مية في المياه ما يكونش فيه الليكة ما يكونش فيه للاستان ما يكونش فيه النيلو ما يلبسش الصوفة وخا هدوك الليبوني ديال الصوفة تهو ما أخصنا نشتانبوهم ما أخصناش نديرو الوليد الريحة نشتانبوها ولا التاقع لكننا غنديروها مرة مرة غير في الملابيس الفوقانية ما تقيسلوش الجلده دياله من الوليد كي دير الخروج ديالو كي توصخ كيفاش نقيو بقاش من مواد بقاش من عدد المرات اللي نقيو باش ما يوقعلوش حمرار أو طياب أو هذه المشاكل كلها اللي كيعرفوها الأمهات وكيعيشوها كل يوم مع ويداته أحسن حاجة بالنسبة لي هو أننا نغسلو الوليد نغسلو له إلى دير الخروج ديالو نغسلو بالماو الصابون اللي خاص به لحسب جلد ديالو وننشفوه مزيان ومبعد نعملو لها كريمة واقية اللي كتبقى حميلو الجلد ديالو عدد باش نرجعو له لحفاظة ديالو كين القضية ديالي لانجات بزرد المرات كيسولونا الأمهات على لانجات وش مزيانين وش مزيانيش لانجات كيعتقوهنا بزرد ديالي سيتياشون دونك لانجات سواء راحنا في الدار وبغينا نحيدو بيها الخروج عاد باش نغسلو الوليد مهم ما نخليوش هذك البارفين ديالها منه المؤخيرة ديالولييد وحجره او لا الى كنا الخارج ما فيها بس نشلوها نشلوها بالمنحي دو من هذك البارفين اللي فيها عاد باش نسحو بها اللوليد لان مجرد ما كان عاود نسدو لكوش وخاك ندلو الكريمة الحافظة كان نسدو لكوش هذك البارفين كيقدر يسببلو في حساسية وش حالما رخنا نبدو لكوش في النهار كيش ما نتحوش في هذ المشكل بصفة عامة اقل ما يمكن هو من بعد كل مرة من يقدر لوليد الخروج في حالة ما كان يسهل رأيك يكون مستفد المرات يقدر يكون 13 مرات في النهار على حسب الحالة ديالو مخصوش يكتفز نهائيا انه هذك شي اللي غادي تسبب ليه في الطياب في الحالة العادية لما كانش خروج نقولوا بحلاكك 4-6 ساعات ماكسيما وخصنا نبدو لكوش لان حتى الفزاك غادي تقدر تسببنا في المال شاكي ذك ذك البالال في واحد الوسط اللي هو مغلق كيدل المشكلة في الطياب دكتورة شكرا على التوضيحات شكرا عزيزتي المشاهدة كنتمنى تشيكوني في ذكو كوليداتك ما غير بقى تجيهم الطياب شكرا على تتبعيكم وإلى اللقاء شكرا عزيزتي المشاهدة